الحماية الاجتماعية أيضا بتتمثل في المشروعات القومية اللي بتقوم بها الدولة دي من شأنها توفير فرص عمل المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر نفس الشيء من شأنها توفير فرص عمل ومصدر داخل للأفراد والأسر طيب احنا كنا كمان بنكلم في هذه الإجراءات عن المصانع المتعصرة اعتقد انه في حاجة ليه علاقة بالمصانع المتعصرة في هذه الإجراءات هو طبعا الدولة بتحرص على إعادة التشغيل والعمل والإنتاج داخل هذه المصانع ويمكن هيكون فيه مراجعة لأسباب التعصر سواء تعصر خاص بالنواحي المالية أو النواحي الفنية وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات اللي من شأنها عن تعيد هذا المصنع وعجلة التشغيل والإنتاج بداخله لأنه بيعتبر إضافة للاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي من ناحية وأيضا بيوفر فرص عمل من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعملين وأسرهم استمرار الأسعار بتاعت الكهرابة لحد يونيو اللي جاي بنفس الأسعار دي نقطة مهمة جدا ونقطة من شأنها تخفيف الأعباء على المصانع والمنتجين ويمكن بنجد أيضا فيه قرار بيتعلق بالإعفاء للضريبة العقارية للمصانع كل هذه الإعفاءات لمدة خمس سنين تقريبا لمدة خمس سنوات كل هذه الإعفاءات نقطة مهمة جدا نقطة مهمة جدا لأنها من شأنها تخفيف الأعباء على الملاك المصانع والمساهمين فيها من ناحية ومن ناحية أيضا أخرى بنجد أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمات الأخيرة وهي بتحرص على تقديم الدعم والحوافز لكافة القطاعات الاقتصادية ودي نقطة مهمة جدا بنرجع بها لكلمة رئيسة صندوق النقد الدولي عندما أشرت إلى أن تعافي اقتصادات دول العالم بتتوقف على حجم الحزم الدعم والمساندة التي قدمتها كل دولة لقطاعاتها الاقتصادية المختلفة وبالتالي هنا الدولة بتخلق حالة من الاستمرار في العمل والإنتاج داخل مختلف القطاعات الاقتصادية نقطة أننا بعفي المصانع وبعفي العاملين من الدرائب أو بعفي المصانع من الدريبة العقرية واستمرار الدعم للطاقة دي نقطة مهمة جدا لأننا من هنا بضمن استمرار الحفاظ على العمالة استمرار الحفاظ على العمالة ويمكن النقطة دي أشار إليها السيد الرئيس في نهاية فعليات المؤتمر الاقتصادي بأن القطاع الخاص بيطلب تسريح العمالة الزائدة أو لكنه بيرفض ذلك ترجمة نانسي قنقر